أهلا بكم أعزائي المشاهدين قلب العالم ينبض على وقع الانتخابات الأمريكية التي ستعرف نتائجها الأولية في الليلة المقبل وقلب أمريكا قلق من ساعتها فإذا كانت الجبهات في الشرق الأوسط تنتظر اسم الرئيس المقبل لتعرف مدى استعار الجبهات أو إخمادها أو إدارتها فإن الساحة الأمريكية ليست بمنأة عن الاضطرابات عن هذه الجبهات نتحدث الليلة من غزة ولبنان ومصير الأونيروى إلى تصاعد المواجهة الكلامية بين إيران وإسرائيل على نحو لافت في الساعة القليلة الماضية لكن قبل ذلك ماذا في آخر وأهم أنباء الليلة مع الزميل حازم الزميلي حازم لك شكرا لك سامي أهلا بكم مشاهدين إلى آخر الأخبار أفاد مراسل الغد باستشهاد أكثر من 15 شخصا إضافة لإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزلين ببيت لاهيا شمال قطاع غزة كما أصيب عدد من المدنيين في استهداف طيران الاستطلاع لمنزل في مشروع بيت لاهيا وفي جباليا أصيب عدد من المدنيين إثر إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على عدد من المواطنين تعرض مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى قصف إسرائيلي أسفر عن سقوط إصابات عديدة بين الطواقم الطبية والمرضى بدورها قالت وزارة الصحة بغزة إن القصف طال جميع مرافق مستشفى كمال عدوان بهدف تدميره مشيرة إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن التحرك بين أقسام المستشفى لإنقاذ زملائهم المصابين وفي بيان استغاثة لها قالت الوزارة إن هناك قرارا تم اتخاذه على ما يبدو بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى وفي وقت سابق شاركت الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان في نقل مصابين ومرافقين إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن رئيس الموساد أبلغ عائلات المحتجزين أن سيناريوهات إبرام صفقة باتت محدودة للغاية وأن الإفراج عن محتجزين من قطاع غزة بات احتمالا منخفضا وأشار رئيس الموساد إلى عدم وجود صلاحيات لدى الوفد المفاوض للتوصل لصفقة كبيرة تشمل وقف الحرب على القطاع ونقلت القناة عن والد محتجز إسرائيلي في قطاع غزة قوله إن الحكومة تمارس حربا نفسية ضد عائلات المحتجزين تظاهر عشرات الإسرائيليين من عائلات المحتجزين أمام مبنى الكنيسة للمطالبة بعقض صفقة لتبادل المحتجزين هذا واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين تنياهو بالعمل مجددا على عرقلة التوصل إلى صفقة تعيد أبناءهم المحتجزين من قطاع غزة أفدت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن ثماني مسيرات أطلقت منذ الصباح على شمال إسرائيل من لبنان كما أطلقت ثلاث مسيرات أخرى من العراق وكان الجيش الإسرائيلي رصد نحو ثلاثين صاروخا أطلقت صوبة نهارية ومحيطها وبعضها سقط في مناطق مفتوحة أفد مراسل الغد بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة مستهدفة منزلا في مرج حروف في النبطي ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن نحو ستين صاروخا أطلقت منذ الصباح من لبنان فيما أكد السلطة الإططاء إصابة مباشرة لمبنى في لمنبي الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ لحزب الله دون وقوع إصابات أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية من الجولان المحتن استهدفت عددا من المواقع المدنية جنوبي دمشق ما أدى لبعض الخسائر المادية وكانت وسائل إعلام رسمية سورية أفادت بأن منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق شهدت انفجارات عنيفة فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف مقرة لحزب الله نهاية موجز الأخبار والآن عودة للزميل سامي كليب إليك سامي مع التحية شكرا لك حازم غدا ليلا إذن أعزائي المشاهدين يعرف العالم مبدئيا من هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية نقول مبدئيا لأننا لا نعرف ما إذا كانت الأمور ستسير على نحو طبيعي أم لا ففيما أثار المرشح الجمهوري دونالد ترامب غير مرة بشكل مسبق احتمالات تزوير هذه الانتخابات كشفت شركة مايكروسوفت العالمية عن هجمات إلكترونية وحملات تضليل ممن وصفتهم بالخصوم الأجانب وقالت إحدى مديراتها يجب أن يتوقع الناس أن مستويات الفوضى ستستمر خلال يوم الانتخابات وأيضا في الأيام التالية وإذا كان كثيرون يعتبرون أن لا فرق بين سياستي الجمهوريين والديمقراطيين حيال دعم إسرائيل فإن الجبهات من غزة التي قتل فيها جيش الاحتلال 1800 فلسطيني على الأقل في الشهر المنصرم ومعظمهم من النساء والأطفال وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى لبنان الذي اتهم فيه اليوم رئيس حكومته بالوكالة نجيب مقاطي إسرائيل برفض كل الحلول المقترحة إلى سوريا التي استهدفت فيها إسرائيل منطقة السيدة زينب كما سمعنا في الموجز إلى إيران التي أعدمت اليوم إيرانيا يهوديا على خلفية عملية قتل والتي على ما يبدو أي إيران حسمت مسألة الرد العسكري الحتمي على إسرائيل وفق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي كل هذه الجبهات إذن وبينها أيضا العراق الذي حددت فيه إسرائيل بنك أهداف ردا على استهدافها تنتظر ما ستقول إليه الانتخابات الأمريكية لنعرف كيف سيكون المستقبل القريب للشرق الأوسط هل سيستمر بالغرق في حمامات الدم أم تظهر بارقة أمل بالتهديئة وربما الشروع في حل سياسي وقبل أن نكتشف اسم الساكن المقبل للبيت الأبيض فإن إسرائيل تودع الولاية الأمريكية الحالية بفضيحة التسريبات من مكتب نتنياهو الآخذ بالتفاعل وبإعلانها رسميا قطع علاقاتها مع منظمة الأونيروى المكلفة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين موقف دفع الناطق باسم المنظمة الدولية إلى التحذير من انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونيروى عمودها الفقري عن كل هذا سنتحدث الليلة مباشرة من هنا من القاهرة وسيكون معنا في البرنامج من مونتانا مايكل مولوري وهو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا من طهران معنا الدكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران لكن قبل ذلك لنرى كيف يتابع الإعلام الأمريكي تصريحات المرشحين فيما يتعلق بالشرق الأوسط والحرب الدائرة هناك معنا مراسلنا من الغد مراسل الغد من العاصمة الأمريكية من واشنطن خليل بن طويلة خليل لك الكلام تفضل سبيه مرحبا في القاهرة طبعا الكثير من الكلام بشأن الشرق الأوسط بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة وفي لبنان من خلال ما شهدناه في هذه الحملة لكن من عكس في الصحفة أيضا يدل على أن الأمور لازلت بهلابية ليست أو تبدو غابضة نيويورك تايمز تتحدث مثلا عن أن إنهاء الحرب في غزة ربما هو ضرورة وأيضا يتوجب أن يحصل عليه أو يتوسط إليه الديمقراطيون قبل الانتخاب ولكن ذلك قد أصبح متأخرا على اعتبار أن موعد الانتخابات هو الغد ذكرت نيويورك تايمز بما قالته كامالا هاريس في ميشيغان تحديدا في جامعة ميشيغان حيث كان جزء كبير هناك من الأمريكيين من وصول عربية حيث قالت بأنها ستفعل كل ما تستطيع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الأزمة هناك يبدو ذلك ربما متأثرا أو متأخرا عفوا بحسب تعليق صاحب المقال لكن في ذاته وقلت بأنها تختلف اختلافا كبيرا عن منافسها ترامب حسب الجريدة المجلة أو الجريدة أيضا نيويورك تايمز تقول بأن ترامب قد طلب مباشرة من العرب بأن يصوتوا لصالحه لكن نيويورك تايمز تعلق على طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري وتقول كيف أنه يطلب من العرب أن يصوتوا وهو الذي أهانهم أكثر من مرة وهو الذي كان وراء ما يعرف بالحاضر على مجموعة من الدول الإسلامية كي تحصل على التأشير للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأكسيوس هذا الموقع الذي أصبح الآن يلقى رواج كبير بسبب الأخبار الاستثنائية التي يأتي بها فصل في السياسات الخاصة بدونالد ترامب وقال بأن ترامب بنى سياساته تجاه الشرق الأوسط باعتبار أو بوضع إسرائيل في قمة أولوياته بحسب أكسيوس طبعا أما بالنسبة للواشنطن بوست فتقول بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يجدون صعوبة كبيرة جدا في معرفة من يدعمهم أكثر من الآخر وذلك بعد سنة من الحرب حسب الجريدة وتقول هذه تقول الواشنطن بوست بأنه ليس من الواضح كيف ستؤثر النتائج الاتخابية القادمة وتؤكد مرة أخرى بأن ترامب كان قد أبدى دعمه بشكل أكبر لإسرائيل مقارنة بالفلسطينيين أو بغزة أو بشعوب الشرق الأوسط إجمالا بحسب هذه الجريدة بينما بي بي اس ام بي ار وهما مؤسستان تقريبا من أعرق المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة تتساءل عن كيف يمكن أن يغير الرئيس الأمريكي القادم مسار الأحداث في الشرق الأوسط تقول المؤسسة بأنها قامت أو أن العرب يحاولون وقدموا الكثير من الدعم لهاريس لكنهم الآن ربما لا يقابلون بنفس الجهد الذي قدموه واعتبروا بأن هذه الانتخابات ربما ستبرز شقاقا كبيرا للعرب والمسلمين للحزب الديمقراطي شكرا جزيلا لك خليل والتحية لكل الزملاء والموفدين من قناتنا الذين يغطون هذا الحدث العالمي الاستثنائي دعونا نرى الآن كيف يفكر الجانب الآخر كيف يفكر الإسرائيليون بهذه الانتخابات وينضم إلينا من القدس مراسل الغد أحمد البديري أحمد كيف تفكر إسرائيل في هذه الانتخابات حسب استطلاعات الرأي 71% من الإسرائيليين يرون بأن ترامب سوف يكون أفيد لإسرائيل إذا ما تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة والثلث الذي شارك في هذا الاستطلاع يرى بأن هاريس لربما سوف تكون أفضل المحللون والمراقبون في إسرائيل يقولون بأن هاريس سوف تكون أفضل لاستمرار الحرب على النسق الذي هي مستمرة فيه وبالتالي لن يكون هناك تغيير كبير في كيفية تعاطي الإدارة الأمريكية وإنما استمرار لنفس الطريقة وطبعا رأينا كيف هي الطريقة الدعم الكامل حماية في الأمم المتحدة عدم الإنجرار الحرب مفتوحة وإلى آخره من هذا الذي رأيناه خلال هذا العام ولكن هناك في إسرائيل من يرى بأن ترامب لربما ورغم أنه طبعا كما كماري هاريس داعم مطلق لإسرائيل ولكن ترامب صاحب المفاجآت والأفكار خارج الصندوق هو الرجل الذي جاء بفكرة كوريا الشمالية على سبيل المثال هو الذي جاء بفكرة أن يتواصل مع الرئيس بوتين عندما كان رئيسا هو صاحب فكرة المشروع الإبراهيمي الذي جاء به فكرة صفقة القرن التي جاء فيه يرون في إسرائيل بأن إذا كان هناك أي أمل لحل الدولتين فإن فقط الدموقراطيين يمكن أن يتحدثوا حول هذا الحل بغض النظر إن كانوا صادقين أم لا أما الجمهوريين أي ترامب فإن موضوع حل الدولتين لن يكون مطروحا على الطاولة لأن ترامب سوف يأتي مرة أخرى بالأفكار الجديدة في إسرائيل يخشونها من أن ترامب لربما سوف يستعجل في إنهاء الحرب بغض النظر عن نتائجها وهذا عموما الذي قاله ترامب أكثر من مرة لنتنياهو قال له أنجز العمل بسرعة أي أنجز الحرب بسرعة وبالتالي يمكن أن يفهب ترامب إلى صفقات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب كما يريد ترامب أكثر مما تسعى له كمال هارس كمال هارس في المقابل أي الحزب الديمقراطي وهذه القضية معكوسة في الولايات المتحدة اليهود عموما يصوتون بشكل أساسي تاريخيا للحزب الديمقراطي وليس للحزب الجمهوري وهذه من اللافتات المهامة في السياسة الإسرائيلية الأمريكية لبيد زعيم المعارضة حذر نتنياهو مرة أخرى بعدم الإنجرار إلى أي مواقف مبدئية في التعامل مع الإدارة الأمريكية نتنياهو ساعد ترامب في الانتخابات ليس هذه التي سبقتها عندما كان ينافس على أن يصبح رئيس الولايات المتحدة وهذا أدى إلى سوء العلاقات مع الحزب الديمقراطي هذه المرة نتنياهو لم يتدخل في السياسة الأمريكية لا من قريب ولا من بعيد حتى في موضوع الآيباك ترك المسألة عند الجانب الأمريكي لأنه لا يريد الإنجرار إلى خطأ فادح يمكن أن يكلف الأمن الإسرائيلي والعلاقات الأمريكية القادمة مع الرئيس اللافي يكن له بنيمين نتنياهو الاحترام الأعلى وهو بطبيعة الحالة ترامب طيب أحمد عندي سؤالان سؤال لك وسؤال سنتركه للنقاش بعد قليل حول العلاقات الإيرانية الإسرائيلية وتصاعد هذه المسألة وأيضا مسألة التسريبات وهي خطيرة من مكتب نتنياهو ثمت من يقول أنه ربما هذا تمهيد ليرتاحه من نتنياهو يعني ربما سيكون هناك أمر قانوني لكن حين تقول أنه ترامب وهذا فعلا هذا الذي قاله أنه يستعجل إنهاء الحرب يستعجل إنهاء إنهاء الحرب هذه مسألة فطفاضة جدا ولا ندري تماما كيف يفكر هل ينهيها يعني يترك لنتنياهو المجال مفتوحا لاستكمال الحرب بشكل واسع ولكن بشكل أقصى أم أنه سينهيها باتفاق سياسي هذه مسألة ما زالت ضبابية هل عندك في إسرائيل تمت اتجاه معين يوضح هذه المسألة دونالد ترامب رجل صفقات وليس رجل حرب الرجل الذي قال بملء فيه بأنه لن يكون هناك أي حرب عندما هو يكون رئيسا سوف ينهي حرب أوكرانيا في أيام هكذا قال وقال سوف ينهي الحرب في الشرق الأوسط أيضا بهذه السرعة الخشي عند الإسرائيليين هو موضوع الصفقات بأن الصفقة لن تكون لصالح الإسرائيليين ولكن دونالد ترامب يرى بأن الأطراف العربية في دول الخليج تحديدا ومصر وغيرها من الدول المغرب بلا شك يمكن أن تلعب دورا مؤثرا وذلك لإنهاء الحرب عبر صفقة سياسية السعودية على سبيل الفعل موقفة واضح لن نقوم بإعادة إعمار قطاع غزة إلا إذا كان هناك إعلان للدولة الفلسطينية الإمارات كان موقفة أيضا مشابه وطبعا الأردن ومصر وبقية الدول العربية سواء كان لها علاقات مع إسرائيل أم لم يكن معها لا ترى بأن وقف إطلاق النار هو المطلوب المطلوب أن يكون هناك انهاء للأزمة أن يكون هناك صفقة سياسية واسعة تقوم بإقامة دولة فلسطينية الجانب الإسرائيلي لا يريد صفقة الجانب الإسرائيلي يريد وقف إطلاق النار عملية تبادل وينهي الملف لكي لا أحد يتحدث حول حل الدولتين شكرا جزيلا لك أحمد سنعود إليك طبعا لكل جديد والآن ننتقل إلى الملف الإيراني الإسرائيلي كما قلنا في المقدمة هو متصاعد بشكل خطير هذه الأيام لا ندري إذا كان هذا في سبيل الضغط على الانتخابات الأمريكية أو فعلا هناك إعداد لشيء فقد توعدت إيران مثلا بالرد على أي اعتداء على أراضيها بشكل صارم وشددت على استخدام كل الإمكانيات المتاحة للرد على الهجمات الإسرائيلية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال في مؤتمر صحفي إن استمرار الإبادة الجماعية بغزة والاعتداءات على لبنان يعرض المنطقة لانعدام الأمن وتوسيع الحرب وقد وصف استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة بالأمر المزعزع للاستقرار نشاهد هذا التقرير وسط التصعيد غير المسبوق بالمنطقة بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية في الشرق الأوسط تشمل مدمرات دفاع صاروخي وسرب مقاتلات وطائرة نقل وقاذفات قنابل طويلة المدى الخارجية الإيرانية وصفت تلك الخطوة بالحضور المزعزع للاستقرار وأنه لن يردع تصميم إيران على الدفاع عن نفسها إذن هو التوتر الأمريكي الإيراني أو غياب الأرضية المشتركة بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية فالحالتان بشكل أو بآخر كان بسبب الضربات العسكرية المتبدلة بين إسرائيل وإيران وبحسب محللين فإن الولايات المتحدة تدرك أن تهديئة المنطقة واستمرار تدفق البضائع والطاقة عبر الممرات البحرية مرهونا بضبط مستوى الصراع مع إيران وخوفا على مصالحها بالمنطقة وعلى سلامة إسرائيل حذرت واشنطن طهران من أنها لن تكون قادرة على كبح جماحة الأبيب إذا شنت إيران هجوما آخر عليها ومع استمرار حرب إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام وفتح جبهة جديدة في لبنان وظهور تصعيدا شاملا ومباشرا بين إسرائيل وإيران يأمل الجميع أن يتبنى ساكن البيت الأبيض الجديد دورا جديا في امتصاص التوتر بالمنطقة وبحسب مراقبين باتت ترامب وهاريس يدركان أن السياسة في الشرق الأوسط وخصوصا فيما يتعلق بقضايا المنطقة أصبحت ساحة للألغام السياسية الحزبية في الولايات المتحدة وقد تنفر الناخبين فترامب وعد باتخاذ نهجا أكثر صرامة يهدف إلى تقليص النزاعات وتعزيز المصالح الأمريكية وفيما يتعلق بإيران أوضح الملياردير الجمهوري أنه سيعود إلى سياسة الضغط الأقصى على إيران ربما للتوصل إلى اتفاق جديد مع تهران أو لتقييدها أكثر أما هاريس فمن المتوقع أن تعزز الجهود الدبلوماسية الحالية لتهديئة وإدارة التوترات مع تهران بدلا من الدعوة إلى الضغط الأقصى وخلق استراتيجية تجمع بين الانخراط والضغط لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي مع مواجهة أنشطتها الإقليمية ومع انتظار الخطوة التالية التي ستتخذها إيران بعد الضربة التي شنتها إسرائيل عليها مؤخرا تخشى العديد من دول المنطقة والعالم من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط شكرا لك هذا هو ما سنناقشه الآن مع ضيفينا الملف الإيراني الإسرائيلي ولكن كما تلاحظون على الشاشة هناك خبر أيضا مهم جدا سنناقشه في الملف التالي القناة 12 الإسرائيلية تقول هناك اشتباه بسرقة وثائق أخرى من الجيش ونقلها لمكتب نتنياهو هذه القضية صارت خطيرة جدا وتتفاعل سنناقشها بالتفصيل بعد قليل أرحب الآن بضيفي من طهران دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران وكذلك أرحب من مونتانا بمايكل مولوري وهو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا شكرا لانضمامكم إلى هذا البرنامج وسأبدأ من الضيف الأمريكي مساء الخير وأهلا وسهلا بك يعني نلاحظ أنه في ارتفاع لهجة في الكلام الإيراني يعني إذا عرضنا بعض التصريحات ناطق باسم الحرس الثوري يقول أن الرد على إسرائيل سيكون حتميا حاسما وخارجا عن إدراك العدو المرشد علي خمنئي يقول أن الرد سيكون قاسيا ولكن هذه المرة قال ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على ما تفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة هل يخشى فعلا من تدهور الوضع وانزلاقه إلى حرب مباشرة إسرائيلية إيرانية وهذه المرة إيران تلمح أيضا إلى إمكانية التعرض للولايات المتحدة أود أن أرحب بكم جميعا في البداية إن الولايات المتحدة تعتقد وترى أنه سيكون هناك رد انتقامي من إيران لا سيما بسبب ما فعلته إسرائيل في مؤخرا وأرى أن هذه التصريحات واضحة للغاية وأعتقد أننا سنتوقع انتقام من إيران أيضا الولايات المتحدة تتوقع هذا الانتقام وتقوم بإعداد قوتها وكذلك الصواريخ والطائرات اللازمة حال حدوث ذلك في أي وقت مستقبلي بالطبع نحن نخشى من مثل هذا الرد ولكن أرى أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة أيضا هناك بعض الأقاويل التي تقول أن هناك مناقشة لهذه القضية غدا في الولايات المتحدة وأننا سنرد ردا حتميا إذا قررت إيران الانتقام أيضا كما ترون أن هذا التصعيد يمكن أن يتوقع ولكن هذا سيقود من جهود التحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة طيب يعني دعني فقط أستوضح مسألة منك لأنك قلت كلاما في الواقع مهما وخطيرا هل أفهم منك أن واشنطن تتوقع حتما يوجد رد إيراني وحتما سيكون رد إسرائيلي وأنكم تقول ستردون على إيران ما هي حدود هذا الرد في هذه الحالة لأنه نشاهد تحركات عسكرية أمريكية إلى الشرق الأوسط منذ أيام خصوصا قاذفة القنابل بـ 52 أنا لا يمكنني الحديث بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة ولكن جاءت بعض التقارير والتصريحات من بعض المسؤولين في الولايات المتحدة تقول بأن إيران قد تريد الانتقام من الولايات المتحدة وأننا مستعدون لمثل هذه التحركات بالطبع الولايات المتحدة يمكنها الدفاع عن نفسها في هذه الحالة ويمكننا أن نتوقع ذلك أيضا بعدما حدث في أحداث أكتوبر أنا لا يمكنني أن أتوقع عمل شيء بعينه ولكن أرى أن موقف الولايات المتحدة هو أنها استستطيع الدفاع عن نفسها ولكنها لا تريد إحداث المزيد أو الإقاب المزيد من الضحايا لذلك أنا لست متأكدا من موقف الولايات المتحدة ولكنني كنت أعبر عن رأيي في هذا الشأن طيب ممتاز الدكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية في إيران طبعا في كلام كثير الآن يوجه ضد الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط ضد إسرائيل يعني كلام السيد علي خامنئي قبل أيام أيضا أمين عام حزب الله الجديد الشيخ نعيم قاسم حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أولى قال هي كإسرائيل وحمى الغرب بشكل عام هل تمت شيء استجد لأنه كان في كلام عن مفاوضات إيرانية أمريكية ما الذي دفع باتجاه التهديدات أن تصل إلى هذا المستوى بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء يعني ذكر اسم أمريكا إلى جانب إسرائيل هو يأتي كتحذير لأمريكا لأن أمريكا لحد الآن كانت هي في موقع الدفاع عن الكيان الصهيوني ولكن في الهجوم والعدوان الإسرائيلي على إيران أمريكا كانت لها مشاركة أولا كانت هناك مشاورات بين إسرائيل وأمريكا وتم الاتفاق على العدوان ثانيا أمريكا وفرت ممرا جويا فوق العراق لإسرائيل للقيام بهذه العملية وأن الطائرات العسكرية الأمريكية التي تعمل في مجال التشويش الألكتروني كانت مشاركة في هذه العملية من هنا أمريكا انتقلت من الدفاع عن إسرائيل إلى الهجوم ضد إيران وهذا هو تحذير لا أتصور أن ما يطرح هو بمعنى أن إيران تقصد أنها تريد أن تهاجم الأهداف الأمريكية في المنطقة ولكن فيما يخص الكيان الصهيوني نعم التأكيد يأتي من كل الأطراف أن الرد آتن وأنه سيكون بشكل مختلف وأن الجيش سيكون إلى جانب الحرس ولأول مرة في عملية الرد ضد الكيان الصهيوني دكتور ريوران أليس في الأمر مغامرة ومخاطرة كبرى الآن نحن على أعتاب انتخابات أمريكية يعني المرشحان تقريبا لديهما الأصوات متقاربة حتى لو تقدمت هارس قليلا لو عاد ترامب مثلا هو لو حصل أي شيء هو سيقف إلى جانب إسرائيل وقد يدعم قصف إيران مباشرة وهو لن يتردد في ذلك أليس في الأمر مغامرة إيرانية لا يعني أولا إيران تقول أن هناك عدوان ضد إيران يستحق الرد وأن حفظ الأمن القومي والردع له ضرورات ومنها الرد على هذا العدوان فيما يخص السيدة ترامب يعني دعني أقول أولا هناك تجربتان هو قام باغتيال القائد الكبير قاسم سليماني وإيران ضربت عين الأسد البعض يحاول أن يخفف من هذا الموضوع ويتكلم عن اتفاق إلى آخره ولكن ضرب قاعدة أمريكية خارج إطار الحرب لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية وإلى تلك الفترة ضربها كان موضوع مهم جدا له قيمة سياسية وإستراتيجية مهمة الموضوع الثاني عندما قامت إيران بإسقاط طائرة الغلوبال هاك الأمريكية الغالية الثمن عندما دخلت الأجواء الإيرانية وبعد ذلك أمريكا جاءت بطائرات بي 52 وإلى آخره وأعلنت أنها تريد ضرب 52 موقعا في إيران أو هدفا إيران أعلنت أنه في حال استهداف إيران ستقوم بضرب كل القواعد الأمريكية وترامب اضطر إلى التراجع عن هذا الموضوع من هنا شوف الموضوع ليس بهذه السهولة هناك موضوعان أساسيان أمريكا لا تستطيع أن تجازف بهما أولا إمدادات النفط والمنطقة تمد العالم بين 18 إلى 20 مليون برميل يوميا ثانيا خطوط الملاحة الدولية أيضا إيران في موقع جيوستراتيجي تستطيع أن تهدد هذه الخطوط وأمريكا لا تريد لا أن يتهدد النفط وترتفع أسعاره بشكل جنوني ولا أن خطوط البلاحة الدولية من هنا أتصور أن أمريكا يجب أن تحتاط كثيرا في هذا الموضوع التماهي بهذا الشكل غير المعقول مع كل الجرائم الإسرائيلية يعني من وجهة نظر إيران مرفوض جملة وتفصيلا طيب سيد مايكل مولوري نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا إن لم تشأ التعليق على ما تفضل به ضيفنا سأسألك عن موقع أكسيوست الأمريكي يقول أن الأمريكيين أبلغوا الإيرانيين رسميا أنهم لن يتمكنوا من كبح جماح إسرائيل ولا ضمان أن الرد الإسرائيلي سيكون مضبوطا وموجها كسابقه بمعنى أن الآن أمريكا لن تستطيع أن تقول الإسرائيل لا تضرب المفاعلات النووية أو المصالح الحيوية الإيرانية الأساسية عندك أي تعليق على هذا الكلام؟ هناك شيئين الأول أننا رأينا أن الولايات المتحدة أصبح تأثيرها أقل فيما يتعلق بالتحكم في القرارات الإسرائيلية وأصبحت إدارة بايدن قد فقدت السيطرة على ما تفعله إسرائيل هذا هو السبب الأول لذلك فإن الولايات المتحدة الآن تسعى إلى اختيار حكومة ديمقراطية أيضاً الولايات المتحدة ليست مستعدة لأي رد عسكري لأن ذلك سيفتح جبهة نزاعات وهذا الوقت ليس مناسباً لكل ذلك لا سيما مع وجود الانتخابات الأمريكية أيضاً الحكومة الإسرائيلية لا نستطيع أن نقول أنها يمكن أن تقيد من قبل بعض التعواجهات الأمريكية ولكن الولايات المتحدة ما يمكن أن تفعله هو أنها تسعى إلى إحداث مفاوضات فقط لذلك أرى أن إسرائيل هي مسؤولة عن اتخاذ قراراتها بنفسها طيب دعني أسألك أيضاً عن الموقف الروسي لو تفضلت يعني وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف تعمت قبل أيام قليلة الإعلان عن اتفاق دفاعي إيراني روسي ونعلم أنه في تعاون عسكري بين الجانبين أكان في المسيرات الإيرانية إلى روسيا أو في الصواريخ الروسية إلى إيران هل تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى اشتباك دولي إذا ما حصل أي اشتباك ولو محدود بين إسرائيل وإيران بمعنى أن أمريكا تقول علانية ستدعم إسرائيل والروسي يقول بشكل غير مباشر إنه موقع اتفاق دفاعي مع إيران نعم يمكنهم فعل ذلك دون الوصول إلى أي اتفاقيات يوم أعتقد أن الأمر له جانب خطورة وقد يسبب ذلك نزاعا بين طرفين أو قوتين ولكن روسيا ستلتزم بما اتفقت عليه من قرارات فيما تعلق بحفظ الأمن القومي كما أن الولايات المتحدة أيضا سيكون لها حلفاء يمكنهم الدفاع عنها والوقوف إلى جانبها إذا ما حدث أي هكوم من الجانب الروسي على الولايات المتحدة ولكن لا أرى أن هناك أي طرف له مصلحة في أن يكون هناك هجمات في هذا الوقت الحالي أيضا الجميع يعلم أن هذا الوقت هو وقت حرق وليست هناك أي دولة مستعدة إلى كل هذه المواجهات حاليا طيب قبل أن أشكر ضيفية فقط سؤال سريع لك دكتور حسين ريوران لو سماحت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول أن إيران وصلت إلى مرحلة النضج النووي وتوصلنا إلى رموز مهمة لإنتاج عناصر على صلة بصناعات نووية وقال إن إنجازاتنا العلمية تساعدنا على التحرر من التبعية للقوى العالمية فقط بجملتين لو تفضل هل إيران غيرت رأيها وصارت جاهزة لإنتاج قنبلة نووية؟ لحد الآن لا إيران كما قال الدكتور خرازي وزير الخارجية السابق إيران إذا أرادت تستطيع ولكن الفتوى تمنع إنتاج أي قنبلة نووية ولكن إذا راجعنا موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك 54 حقلا من النشاط النووي السلمي والإنتاج النووي السلمي وإيران تريد أن تقوم بهذه الأمور من دون أي تعوائق أن نتصور أن الوكالة تمنع إيران من أن تخوض غمار هذه المجالات التي تعتبر أحد ثمانية علوم أساسية للتنمية هذا غير مقبول وإيران تريد أن تستمر في سياستها في الاستفادة من الطاقة السلبية شكرا لضيفي الكريمين الدكتور حسين رويوران وأيضا الضيف من الولايات المتحدة الأمريكية السيد مايكل مولوري شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقات مقبلة إن شاء الله نكمل هذه التغطية مباشرة من القاهرة رغم مجازر الإبادة المستمرة منذ نحو عام وشهر على قطاع غزة إلا أن إسرائيل التي تستمر في فصل الشمال تريد الآن على ما يبدو قطع كل أمل حتى بالحياة عما بقيا وهل هي تقطع أسوأ من قطع علاقاتها بالإيناروة تقطعها رسميا الآن قضية ستنعكس كارثة إنسانية على أكثر من صعيد قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل أخترت الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أي الإيناروة منذ العام سبعة وستين كانت بدأت هذا العمل من جانبها شددت الإيناروة على أن قرار الحضر سيؤدي إلى انهيار العمل الإنساني بشكل كامل في قطاع غزة نشاهد هذا التقرير ونكمل الحوار حول هذه المسألة رغم الدعوات والمطالبات بعدم المساس بالمنظمات الأممية نفذت إسرائيل تهديدها بوقف عمل الأونروة وأخترت الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمقررة منذ عام 1967 إسرائيل استهدفت الأونروة حتى من قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة وسعت مراراً لوقف عملها في فلسطين وكان الكنسة الإسرائيلية أقرى في وقت سابق مشروع قرار يحضر عمل الأونروة في إسرائيل وجاء في نص رسالة الموجهة من الخارجية إلى الأمم المتحدة أنه تعقيباً على قرار الكنسة في 28 أكتوبر تم إبلاغ الأمم المتحدة أن إسرائيل ستحذر عمل الأونروة حيث سيدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ خلال الشهور الثلاثة المقبلة وأشارت الرسالة إلى أنه خلال هذه الشهور ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل بحسب وصفها لكن ما الأثار القانونية لقرار إسرائيل حظر الأونروة؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريش قال إن الحظر إذا تم تنفيذه من شأنه أن ينتهك القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة عام 1946 وتعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الدولي من القوى المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك بكل الوسائل المتاح لها ووفقاً للمدة الثانية من ويثاق الأمم المتحدة تتطلب من إسرائيل أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة في عملها وتوجد مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة وأي خلاف في تفسير أو تطبيق للتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل يمكن إحالته إلى محكمة العدل الدولية ورداً على حظر إسرائيل الأنروا وعقبات أخرى أمام المساعدات أعلنت النرويج تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل وانتهاكها للقانون الدولي إلا أن رأي المحكمة سيكون استشارياً وغير ملزم بمجيب القانون الدولي لكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية ومنذ أن شنت إسرائيل حربها في أكتوبر 2023 لجأ مئات الألاف من سكان قطع غزة إلى مدارس الأنروا والعيادات والمباني العامة الأخرى ويعتمد معظم السكان على الأنروا في توفير أساسيات الحياة الضرورية منها الغذاء والمياه ولوازم النظافة ولقي ما لا يقل عن 220 من موظف الأنروا مصرعهم منذ بدء الحرب ما يجعله أكثر صراع يسقط فيه ضحايا من موظفي الأمم المتحدة على الإطلاق كما نلاحظ حياة ملايين الفلسطينيين مهددة وأيضا حياة الكثير من الموظفين في الأنروا من الفلسطينيين وغيرهم أيضا مهددة في هذا القرار الإسرائيلي الجائر سنتحدث بداية عن البعد الإنساني وهذا هو الأهم تنضم إلينا الآن من القاهرة إناس حمدان مسؤولة مكتب الإعلام بوكالة الإنروا مساء الخير سيدتي إناس بيانكم الأخير حذر من انهيار العمل الإنساني بشكل عام في القطاع هل يمكن أن تعطينا أمثلة على ذلك لو سمحت أهلا بك وتحياتي شكرا على الاستضافة يعني بتأكيد قرار مثل هذا سابق خطيرة يعد وهو يعني يضرب العمل الإنساني في مقتل إن صحاب تعبير لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن أكبر منظمة أممية تدير الاستجابة الإنسانية في مناطق العمليات الخمس نتحدث هنا عن قطاع غزة الذي يمر بحرب طاحنة من أكثر من عام وتدهور كبير على الوضع الإنساني أيضا في الضفة الغربية الوضع ليس بأفضل حالا الأونروا تقدم خدمات أساسية إغاثية تعليمية صحية مثلا ما قبل الحرب كانت مثلا الأونروا تدير أكثر من 200 مدرسة في قطاع غزة يذهب لهذه المدرسة أكثر من 300 ألف طالب يتلقون تعليم في الجودة عالية في الضفة أيضا هناك قرابة الـ 24 أيضا مدرسة تديرها الأونروا أيضا الخدمات الصحية والاستشارات الطبية التي تقدم في مناطق الأراضي الفلسطينية لنقول المحتلة ندير حتى هذه اللحظة 7 مراكز صحية رغم كل التحديات من أصل 27 مركز صحي كان يتم إدارتها بشكل كامل وفعال ما قبل الحرب 43 مركز صحي أيضا في الضفة الغربية بالتالي نحن نتحدث عن أشياء أو خدمات أساسية مقومات للحياة يعتمد عليها اللاجون الفلسطينيون في قطاع غزة ما قبل الحرب كنا نقدم هذه الخدمات لتقريبا 75% من سكان قطاع غزة النسبة التي تشكل اللاجين الفلسطينيين هناك أكثر من 200 ألف في الضفة الغربية أيضا لاجون فلسطينيون يتلقون هذه الخدمات الآن وبعد هذه الحرب الضروس المستمرة حتى هذه اللحظة نقدم هذه الخدمات لكل السكان في قطاع غزة طبعا باستثناء فكرة أن التعليم متوقف بشكله السابق ونقدم فقط أنشطة تعليمية غير رسمية تميل إلى الطبع النفسي الترفيهي لعدد من الأطفال في 45 مركز للإيواء هذا عدا عن الأشياء الأساسية الأخرى نحن نجير توزيع المواد الغذائية لكل السكان في قطاع غزة وزعنا الطحيل مثلا على أكثر من مليون وتسعمائة شخص على أكثر من جولتين منذ بدء الحرب قدمت فرقنا الصحية مثلا أكثر من 6 مليون استشارة عفوا منذ بدء الحرب لننسى أيضا دور الأنروا في تقديم أو إتمام الحملة التي كانت تهدف لتحصيل الأطفال ضد شلل الأطفال الأنروا عملت مع المنظمات الشريكة ومنظمة الصحة العالمية ولكن كانت فرق الأنروا لها الدور الأكبر في إيصال هذه اللقاحات للأطفال في قطاع غزة حتى أن اليوم تم الانتهاء من الجولة الثانية للحملة في مدينة غزة رغم كل الظروف المعقدة التي تحيط بعمل الأنروا هناك بالتالي نحن نتحدث عن مقاومات أساسية خدمات منقذة للحياة من الصعب جدا استغناء عنها طيب سيدة إناس حمدان تتحدثين عن أرقام مهمة جدا وستصبح خطيرة جدا يعني حين نتحدث عن مئتين مدرسة مئتين مدرسة فيها كانت 300 ألف طالب عن خدمات صحية سبعة مراكز الآن من أصل 27 عن 43 مركزا في الضفة طيب كل هذه عمليا بالقرار الإسرائيلي ستتوقف إن لم أكن مخطئا يعني الطلاب حين تعود الحياة لا ندري متى لن يعودوا إلى المدارس يعني الإنسان حين يمرض إذا كان طفلا فلسطينيا أو سيدة أو رجلا أو مدنيا يعني كلهم عمليا لا يستطيعوا أن يعالجوا هل لديكم من بديل عن ذلك؟ هل تمت بديل؟ يعني ربما هنا تكمن الخطورة والكارثة المحتقة بإدارة الاستجابة الإنسانية يعني حتى في الأسبوع الماضي عقب صدور قرار الكنيسة الإسرائيلي شاهدنا يعني قرارات أو تصريحات لنقل من منظمات أممية أيضا أخرى تقدم خدمات في مجالات معينة كلها تدور حول نفس الفكرة الأونروا هي المنظمة الأكبر هي التي تساهم في إيصال المساعدات وتساعد أيضا هذه المنظمات الأخرى اليونسيف ومنظمة الساحة العالمية ومنظمة الغذاء العالمي وغيرها من المنظمات التي تقدم خدمات إنسانية في مجالات مختلفة هذه هي المعدلة هذه هي المشكلة الكبيرة أنه عدم وجود هذه الخدمات سيضع على المحك حياة هؤلاء اللاجئين الفكرة هنا أننا لا نتحدث عن رفاهيات نتحدث عن أساسيات أشياء منقذة للحياة خدمات منقذة للحياة شكرا جزيلا لك سيدة إناس حمدان لن أدخلك في المسألة السياسية لأن حضرتك مسؤولة إعلامية عن الأونروا تريدون الحديث فقط عن المسائل الإنسانية ويقدر عملكم تقديرا عاليا سنتحدث عن هذا الأمر ما هي الجوانب السياسية الأثار السياسية الأسباب السياسية لكل ما يحصل مع الدكتور جمال زحالقة وهو النائب السابق في الكنيسة الإسرائيلي وطبعا باحث وأكاديمي وباحث شؤون الإسرائيلية أهلا وسهلا بك دكتور جمال يعني ربما استمعت إلى ما قالته ضيفتنا وإلى التقرير نحن أمام كارثة فعلية أقرتها إسرائيل قررتها من جانب واحد سأوقف التعاون مع وكالة الأونروا ما هو البعد السياسي لهذا الأمر لأنه تمت من يقول أنه هذا قرار بإلغاء حق اللاجئين بشكل عام يعني هناك الأبعاد القريبة جدا واستعمال هذه الأداء للحرب على غزة إسرائيل تريد أن يعني أن تخلق كارثة إنسانية وعلى حافة الكارثة صح التعبير اللي الضغط على حماس أو حتى يضغط الناس على حماس هي عن الإسلوب الإرهابي المعهود وهو الضغط على المدنيين للتأثير على المقاتلين هذا هو الاستراتيجي الإسرائيلي هذه الأيام وهي يعني تشمل أيضا تهجير الناس من شمال غزة إلى جنوبها وحشرهم في منطقة ضيقة جدا بالنسبة للأونروا طبعا هناك أهدف استراتيجي سياسي استراتيجي وهو محو قضية اللاجئين بالكامل المتحدثون الإسرائيليون يقولون بأن وجود مجرد وجود الأونروا هو تذكير للاجئين بأنهم لاجئون وهذا يعني بأنهم لاجئون ويجب يعني إلغاء أو إبطال مكانة وعمل الأونرى حتى يكون هناك اجتفاف للتطرف في المجتمع الفلسطيني لأنه مجرد أن يشعر اللاجئ بأنه اللاجئ هو هذا النوع من التطرف ولا ننسى أنه نتنياهو تحدث عن ديريكالايزيزيشن يعني عملية اجتفاف التطرف من المجتمع الفلسطيني وتربية الفلسطيني من جديد هذا يعني أحد الأبعاد التي يعني تتعلق بإلغاء العمل مع الأونروا ومنع عملها داخل إسرائيل وبالنسبة لإسرائيل داخل إسرائيل يشمل القدس الهدف هو المس بالمدارس وبتعليم الأنروة وبوجود الأنروة وتصنيف الناس كلاجئين أما من الناحية العملية يعني دعنا نقول أن إسرائيل تنري إلغاء عمل الأنروة بالكامل في مدينة القدس يعني هم يعتقدون لديهم الصلاحية لذلك بالمناسبة لا أحد في العالم يعترف بضم القدس إلى إسرائيل ومن الناحية الرسمية وهي لازالت منطقة محتلة حسب قرارات المتحدة وحسب مواقف الدول ولهذا السبب يعني لا يحق لإسرائيل وفق القانون الدولي أن تفعل ما تشاء في مدينة القدس بالنسبة للضفة الغربية وغزة دعني أوضح أن القرار هو أو ليس القرار هو القانون ينص على قطع العلاقة مع الأنروة وإلغاء الاتفاق معها منذ عام 1967 ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك إسرائيل لن تدخل إلى رمالله وتغلق مدرسة للأنروة هي استفى الأمر مختلف هي ستمنع أي تعامل مع الأنروة إذا كانت الأنروة تستورد أو تدخل لمقل مواد أو حتى أفراد باسم الأنروة يدخلون بجوازات دبلوماسية كل هذا سيمنع إذا كانت ستستورد كراسي أو طاولات أو مواد تدريسية أو مواد طبية باسم الأنروة يمنع ذلك إسرائيل لن تسمح بإدخاله إلى الضفة الغربية الأنروة بطبيعة الحال مثل أي منظمة تضطر إلى التعامل مع ما يسمى المنسق العسكري الإسرائيلي للحياة اليومية وهم سيغلقوا هذا الباب هم يعتقدون أن بهذه الطريقة دعني فقط أكمل الذكرة بهذه الطريقة هم يستطيعون خنق الأنروة وتدريجياً دفعها نحو الإنهيار وعدم القدرة لتقديم الخدمات للناس اعتقادي أنه بجهود معقولة وبتنسيق معقول يمكن دعني يقول التحايل على هذا المنع الإسرائيلي وأيضاً نحن نأمل أن يكون هناك ضغط كبير عالمي على إسرائيل حتى يعني لا تتراجع عن تطبيق هذا القانون التطبيق رسمياً سيبدأ بعد ثلاثة أشهر وليس الآن أنا أبدأ من خطر عودة ترامب ترامب سيدعم إسرائيل ويزيد من عنده ضد الأنروة وإسرائيل تعول على ذلك صحيح طيب على كل حال دكتور جمال يعني ما تتفضل به مهم جداً في الواقع ودقيق جداً لأنه نحن نعرف أنه حتى في قمة بيروت العربية في العام 2002 كان في محاولة ضغط أمريكية جدية لإلغاء حق العودة وعدم إدراج ذلك في بنود القمة العربية يعني إذا كان العمل على إلغاء حق العودة والآن العمل على قتل حقوق اللاجئين عملياً هذا يدخل في المشروع الأكبر الإسرائيلي للتهجير ولتقطيع الأوصال ولإنهاء فكرة قيام الدولة الفلسطينية تقول أنه في جهود يمكن أن تؤدي إلى التحايل على هذا القرار الذي لن ينفذ إلا بعد ثلاثة أشهر كيف يمكن ذلك في الداخل أو في الخارج أو عبر ضغط الدولي فقط يعني كيف يمكن التحايل على هذا القرار أو القانون؟ يعني دعني أقول ربما الأصح هو التحايل لكن هي مواجهة هذا التحدي في القدس عقدت في الأيام الأخيرة اجتماعات لكل المنظمات العاملة في القدس وبحثت أساليب لعدم تغطية على المحاولة الإسرائيلية لإغلاق مكاتب الأمروة ومنع عملها في القدس ويمكن أن يكون هناك تنسيق حتى تملأ هذا الفراغ في مدينة القدس تحديداً لأن في القدس يتغلق المكاتب بالكامل ملء هذا الفراغ من قبل منظمات وجمعيات أخرى وباعتقاد هذا الأمر ممكن وأيضاً موضوع التمويل والميزانيات يمكن حل وبالتنسيق مع الأنر وعلى كيفية حتى لا يعاني الناس يعني لمنع أنه تغلق المدارس ويطرد الطلاب وتمنع الخدمات والمعونات التي تقدم للناس لأن هناك عدد كبير من اللاجئين في مدينة القدس مخيم شعفات مخيم في عشرات الألاف من الناس أيضاً في الضفة الغربية وفي غزة باعتقادي أنه ممكن بالتنسيق أن يكون هناك محاولة للتعاون على كيفية منع الضرر عن الناس الإسرائيل تقوم بحملة شعواء ضد الأنروا وتتهمها أنها تساعد الإرهاب وأن هناك أعضاء من الأنروا أعضاء في حماس أعتقادي كل هذا كلام لكن حين يتحدث المسؤولين أو النخب الإسرائيلية الجدية يقولون أن الأمر يتعلق أساساً بحق العودة وبقضية اللاجئين هناك مشروع إسرائيلي لمحو الإبادة السياسية للشعب الفلسطيني وضمن هذه الإبادة السياسية هي محو حق العودة ومحو المكانة اللاجئ لأي لاجئ فلسطيني والخطوة المهمة تعتقد إسرائيل هي موضوع إلغاء الأنروا أن هذا سيضعف كثيراً حق العودة ويضعف كثيراً مكانة اللجوء أو مفهوم اللجوء وإسرائيل تريد أن تمحوه من القاموس الفلسطيني لأن إسرائيل تفكر أيضاً بتثقيف الفلسطينيين من جديد يعني اليوم استمعت إلى مسؤولين إسرائيليين نحن نريد أن لا يشعر اللاجئ بأنه لاجئ بهذه الوقاعة على كل حال دكتور جمال يعني هذا لا يمنع أنه يجب أن يعرف ربما كثير من المشاهدين العرب يعرفون أنه الشعب الفلسطيني هو من أكثر شعوب العالم تعلماً يعني نسبة تعليم رغم التهجير ورغم النزوح ورغم الشتات نسبة التعليم عند الشعب الفلسطيني تكون من بين نسبة تعليم الأعلى في العالم طيب طبعاً إسرائيل كما تفضلت اتهمت الإوناروة أو بعض عناصر الإوناروة بالمشاركة في طفان الأقصى وهذه لم تستند في الواقع لأي معلومات دقيقة في آخر مقال لك دكتور جمال تقول لا دليل ولا مؤشر إلى إمكانية ضبط أو تخفيف هذا الانفلات الإسرائيلي الإجرامي بل بالعكس كل ما يحدث وما يقال وما يسرب هو باتجاه المزيد من التصعيد ولا تصح أبداً المراهنة على أن القاتل سيصيبه التعم هل تصر على هذا الكلام بعد الانتخابات الأمريكية يعني لن تغير الانتخابات برأيك شيئاً؟ دعني أقتبس نيوتون القانون الأول من نيوتون يقول أن كل جسم يسير بسرعة ثابتة يستمر في السير بهذه السرعة إذا لم تكن هناك قوة يعني مضادة توقفه أو يعني تبطئ من سيره ونحن نرى إسرائيل تسير بهذا بحركتها ولا أحد يوقفها لا توجد قوة يعني توقفها وإسرائيل ستواصل يعني لن إسرائيل ليس لديها كوابح داخلية في حربها الكوابح يجب أن تأتي من الخارج وهذه الكوابح التي تأتي من الخارج غير متوفرة إلى الآن أما بالنسبة لنتيجة الانتخابات الأمريكية وماذا سيحدث بعدها يعني هذا موضوع طويل لكن ربما نتحدث عنه مرة أخرى بعد الانتخابات لكن أعتقد أن ترامب سيسعى إلى صفقات وصفقات سيئة جداً جداً يعني وقف إطلاق النار بثمن باهظ باهظ أنا لا أعتقد أن لبنان أو فلسطين يستطيعون أن يدفعوهم صحيح شكراً جزيلاً لك على كل حال كما تفضلت دكتور جمال زحالقة بعد الانتخابات سيسعدنا أن نستضيفك ونناقش ماذا حصل بعد هذه الانتخابات وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط والجبهات المشتعلة برنامجنا للمسائي أعزائي المشاهدين يتواصل معكم مباشرة من هنا من القاهرة لكن قبل أن نفتح ملف فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو التي تفاقمت اليوم باعتقال ضابط ونعرف أيضاً ماذا عن جبهات شوريا ولبنان وغزة وماذا عما يحصل في هذا العالم لنرى أبرز وآخر الأخبار مع الزميلة يارا حمدوش لك يارا شكراً جزيلاً لك الزميل سامي كليب أهلاً بكم فهذا مراسل الغد بشهاد أكثر من 15 شخصاً وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزلين ببيت لاهية شمالية قطاع غزة كما أصيب عدد من المدنيين في استهداف طيران الاستطلاع لمنزلاً في مشروع بيت لاهية وفي جباليا أصيب عدد من المدنيين إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على مواطنين هذا وقد تعرض مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة إلى قصف إسرائيلي أسفر عن سقوط إصابات عديدة بين التواقم الطبية والمرضى بدورها قالت وزارة الصحة بغزة أن القصف طال جميع مرافق المستشفى بهدف تدميره مشيرة إلى أن التواقم الطبية عاجزة عن التحرك بين أقسام المستشفى لإنقاذ زملائهم المصابين وفي بيان استغاثة لها قالت الوزارة أن هناك قرار تم اتخاذه على ما يبدو بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى وفي وسط القطاع أفاد مراسل الغد باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على منزلين في مخيم صيرات وأسطى قطاع غزة وأوضح مراسلنا أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة قدوحة في بلوك سي وأسفر عن شهدين ومصاب بينما استشهد مواطن وأوصيب آخران جراء قصفاً استهدف مخيم اتنين بن صيرات في جنوب القطاع أفاد مراسل الغد باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصفاً إسرائيلياً شرقياً رفح كما أفاد مراسلنا بوجود إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة قزان رشوان جنوبية خانيونس تظاهر عشرات الإسرائيليين من عائلات المحتجزين أمام مبنى الكنيسة للمطالبة بعقد صفقاً لتبادل المحتجزين واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالعمل مجدداً على عرقلة التواصل إلى صفقة تعيد أبناءهم المحتجزين من قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من ثلاثة ألاف شهيد وثلاثة عشر ألف وأربعمائة أو اثنين وتسعين جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي كانت غارة إسرائيلية قد استهدفت بلدة معروف في قضاء الصور جنوبية لبنان شاركت فرق الدفاع المدني لبناني في عملية إنقاذ لمواطنين ورفع إنقاذ في البلدة كما أفاد مراسل الغد بأن الطيران الإسرائيلية شن غارة مستهدفة منزلاً في مرج حروف النبطي ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو تسعين صاروخاً أطلقت منذ الصباح من لبنان فيما أكدت سلطة الإطفاء إصابة مباشرة لمبنى في ليمان بالجليل الغربي جراء صواريخ لحزب الله وذلك دون وقوع إصابة توعدت إيران بالرد على أي اعتداء على أراضيها بشكل صارم مشددة على استخدام كل الإمكانيات المتاحة للرد على الهجمات الإسرائيلية قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أسماعيل بقاء في مؤتمر صحفي إن استمرار الإبادة الجماعية بغزة والاعتداءات في لبنان يعرضوا المنطقة لانعدام الأمن وتوسيع الحرب ووصف بقاء استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة بالأمر المزعزعي للإستقرار انتهى مؤرز الأخبار الآن عودة للزميل سامي كليب تفضل سامي شكرا لك يارا الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم عن قتل قيادي في حزب الله قال إن اسمه أبو علي رضا وقال إنه مسؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات صاروخية وأطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قوات الجيش الإسرائيلي وذلك في منطقة برعشيت في جنوب لبنان ما جديد الجبهة اللبنانية الليلة مع مراسلة الغد كلودي أبي حنى كلودي أنت معنا من البقاع الغربي تفضل مساء الخير سامي اليوم سبعة عشرة عملية نفذها حزب الله في مقابل تعرض أكثر من عشرين بلدة جنوبية لغارات إسرائيلية سواء بالطيران الحربي أم بالطيران المسير أم الاعتداءات بالقصف المدفعي هذا الأمر يبقي هذه الجبهة مفتوحة على كل التطورات رغم أن المواجهات الميدانية تتراجع لليوم الثاني على التوالي وكانت آخر مواجهة ميدانية في بلدة الخيام حيث تؤكد أوساط حزب الله أن تراجع قوات الاحتلال عن عمليات التوغل إلى هذه المدينة التي تعد الأكبر في القطاع الشرقي هو نتيجة التصدي الشرس لعناصر حزب الله لهذا التوغل الإسرائيلي ولكن مصادر أمنية لبنانية دعت إلى ترقب ما يمكن أن ينتج من تطورات في المرحلة القريبة المقبلة خصوصا أن التكتيك الذي يعتمده جيش الاحتلال في بلدات الحافة الحدودية يختلف عن ما اعتمده في حرب تموز 2006 حيث يبدو أن هذا التكتيك يأخذ في الاعتبار ما حصل في 7 أكتوبر 2023 حيث تريد قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل على عدم تكرار هكذا السيناريو من بلدات جنوب لبنان لذلك نشاهد ونراقب ما تفعله قوات الاحتلال لناحية تفجير الكبير في بلدات الحافة الحدودية وآخر بلدة تعرضت لهذا التفجير كانت بلدة ميس الجبل ليلة أمس إذن هل تعتمد قوات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة؟ هذا الأمر هو المطروح بالنسبة إلى مصادر أمنية لبنانية إنما طبعا لا يزال الترقب سائدا إذا ما كانت قوات الاحتلال تعتزم أيضا التوغل أو تنفيذ توغل جديد باتجاه بلدة بنت شبيل هذا الأمر نتيجة ما تتعرض له هذه البلدة من قصف مدفعي يتكرر أيضا الترقب سامي يسود الجبهة اللبنانية لتلمس ما يمكن أن تأتي به نتائج الانتخابات الأمريكية من تأثيرات وتداعيات على هذه الجبهة لأن من سيربح في هذه الانتخابات قد يترك بصمات معينة على القرارات الإسرائيلية لناحية التوسع في عمق الجبهة اللبنانية أم إمكان التوصل إلى تسوية معينة هذا الأمر يبقى مطروحا بالنسبة إلى الجبهة اللبنانية علما بأن مراقبين يرون أن هذه الانتخابات الأمريكية لا تشكل سوى محطة والتطورات العسكرية والأمنية تبقى رهن مخططات معد سلفا وسوف تتضح أكثر في المرحلة المقبلة إذا ما كانت إسرائيل تنوي التعمق أكثر في الجبهة اللبنانية وأحداث المزيد من الخسائر في لبنان وفي المناطق التي لحزب الله نفوس فيها وبنى عسكرية شو كان لك كلودي على كل حال كل الناس كما تتفضلين تنتظر الآن نتائج الانتخابات الأمريكية لأنه نحن نعرف أنه هوكستين أو المبعوث الدولي الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي جاء إلى لبنان ثم ذهب إلى إسرائيل وذهب من إسرائيل إلى واشنطن لم يعرج على لبنان وكان الجميع ينتظر أن يحمل إجابات إسرائيلية على المطالب اللبنانية بالنسبة لتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود وانسحاب مقاتلي حزب الله إلى ما بعد الليطاني حتى الآن كل هذه الأمور ما زالت غامضة فقط الإعلام الإسرائيلي اليوم أعلن أو كشف أنه طبعا لبنان لن يوافق على أي طلب إسرائيلي بأن تكون إسرائيل قادرة على ضرب الأراضي اللبنانية إذا خرق حزب الله الاتفاق المزمع عقده ولكن على ما يبدو أن إسرائيل تقول أو تسرب أنه قد تكتفي برسالة أمريكية رسمية لذلك وتكون هذه الرسالة بمثابة الملحق للاتفاق المزعوم نذهب الآن إلى دمشق حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربية الإسرائيلية شن غرة جوية من الجولان المحتل استهدفت عددا من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى لبعض الخسائر المادية من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط منطقة السيدة زينب كما قلنا جنوب العاصمة السورية يأتي هذا بينما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مقرات لحزب الله للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق الزميل الصحفي حيدر مصطفى مساء الخير حيدر ما هي المعلومات التي توفرت لأنه وردنا قبل قليل أنه في عدد من القتلى في هذا الهجوم مساء الخير أستاذ سامي إليك ولكل المشاهدين في البداية دعنا نبدأ من الجزء الأخير من هذا الخبر وهو تبني الجيش الإسرائيلي لهذه العملية بشكل واضح وصريح وزعمه أنه استهدف مقرات استخباراتية للمقاومة في جنوب دمشق هذا الخبر لا يمكن التعاطي معه بالطريقة الاعتيادية للتعاطي مع الأخبار أو المساء المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على اعتبار أن هذا التبني ربما يكون هو ثاني من نوعه خلاله يتبنى عادة الضربات على سوريا هذه الضربات أو هذه الاعتداءات التي تحصل بشكل مستمر ومكثف خلال الشهر الأخير نحن أمام ربما أكثر من ثلاثين اعتداء على الأراضي السورية تحديدا منطقة المعابر الحدودية مثلا تم قطع سلسلة كبيرة جدا من المعابر الشرعية وغير الشرعية بين سوريا ولبنان كل ما يحصل الآن هو في سبيل زيادة الضغط على الجمهورية العربية السورية أطلقتها مصادر عديدة من حكومة بنيمين نتنيهو بنيمين نتنيهو بحد ذاته عندما قال بأننا نريد الآن قطع أنبوب الأخسجين الذي يصل إلى حزب الله من إيران وربما كان يقصد في ذلك تهديدا مبطنا إلى الدولة السورية هذا التصريح أيضا في التصريحات سموتريتش وأيضا جدعون ساعر الذين هددوا سوريا بشكل مباشرة صحيح سنتحدث عن هذا الأمر سريعا معك ولكن ما هي المعلومات حول الغراط التي حصلت اليوم ماذا استهدفت عمليا وهل تمت سقوط ضحايا كما قيل هل تمت معلومات حول هذا الأمر طيب ببيئة وزارة الدفاع السورية السامي كان الحديث عن أن المواقع المسادفة هي مواقع مدنية نحن نعلم بأن المواقع التي استهدفت هي موقعين على الأقل في محيط سيدة زينب مزرعة في منطقة تدعى الروضة وأيضا منطقة موقع آخر ربما في المنطقة المحيطة بسيدة زينب لجهة الاحسينية ونجهة لكن لا نعلم فعليا طبيعة الموقع الآخر المسادف نعلم أن الموقع الأولى المسادف هو مزرعة لكن فيما إذا كانت هي موقعا أمنيا أم غير ذلك نحن نكتفي ببيان وزارة الدفاع السورية بالإشارة إلى أنه موقع مدني ما يزعم به الاحتلال الإسرائيلي هذا أشاء آخر بأن هذا الموقع مستخدم من قبل المقاومة على أنه مركز استخباراتي أو غير ذلك أما بالنسبة للضحايا فلم تسجل فعليا وصول أي إصابات مدنية إلى المستشفى على عاصمة سوريا دمشي طيب حيدر مصطفى كنت تشير إلى مسألة مهمة جدا قبل قليل وفي الواقع ذكرها أيضا جيش الاحتلال في بيانه حين وقع العدوان قبل أيام على منطقة القصير في سوريا وحذر فيها أسماه النظام السوري وقال أن نحذر النظام السوري من دعم حزب الله لأن ذلك سيضر بالمدنين السوريين نلاحظ أنه شيئا فشيئا بدأت أصابع الاتهام الإسرائيلية تتوجه إلى الدولة السورية إلى القيادة السورية في السابق كان يكتفي الإسرائيلي باتهام إيران أو حزب الله هذا يشي بشيء ما خصوصا أنه في كلام جدي حول الجبهة الجنوبية مثلا في سوريا في قلق من أنه إسرائيل قد تقوم بعمل أوسع ضد سوريا في احتمال ذلك؟ طيب الحياة في سوريا حتى الآن هي مزالة طبيعية لكن لا يمكن أن نقول بأنه لا يوجد قلق من هذا الموضوع بالتأكيد هناك قلق وهناك حذر وهناك قراءات عديدة تخص هذا الأمر نحن نقرأ ما يحصل الآن على أنه تهديدات جدية لا يمكن أن نأخذ هذه تهديدات على أنها ليست في محمل الجد على العكس تماما الإسرائيل اليوم يسعى بكل ما أتي من قوة لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة وهو لا يهدد سوريا فقط وأنه محطة العراق وهذا أمر كان نتنياهو قد أشار إليه على منبر الأمم المتحدة عندما حمل تلك الخريطة ووصفها بأنها دول الشؤم وهو يقول فعليا بأنه سيذهب إلى كل مكان يمكن أن تصل إليه طائراته لقصد كل من يسميهم يعتدون على دولة إسرائيل على اعتبار أن اليوم الإسرائيلي يجد الفرصة سانحة وهو ما أشار إليه بيان الخارجية السورية اليوم بعد هذه الضربة على سيد زينب بالقول بأن هذا التمادي الإسرائيلي سببه فعليا أن اليوم لا يوجد رادع لهذا الاحتلال لوقف ممارساته وانتهاكاته على مستوى المنطقة الخارجية طالبت المجتمع الدولي بإيجاد حلول أو ربما أليات لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا لكن فعليا هذا الأمر لا يحصل الخارجية أصدرت عشرات البيانات وربما مئات البيانات ولا أحد يسمع فعليا ولا أحد يريد إيجاد حل لكن نحن في سوريا فعلا نترقب ما يمكن أن يحصل هناك بعض القراءات الآن في الأوساط السورية على أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الضربات بذرية معاقبة سوريا على دورها في هذه المرحلة لكن لا يمكن أيضا ما يؤكد هذا الدور سوريا الآن بسياسة متوازنة في المنطقة منفتحة على جيرانها العرب تحاول ربما تقريب وجهة النظر بين مختلف الدول في المنطقة بالتأكيد لا يمكن القول فعليا بأن هذه الاتهامات الإسرائيلية صحيحة بشكل كامل شكرا جزيلا من دمشق الصحفي حيدر مصطفى وأعزائي المشاهدين طبعا في كثير من التطورات حصلت في منطقة غزة في كلام أيضا عن قتل إسرائيل لأكثر من 1800 شخص في شهر واحد لكن الآن في إسرائيل اليوم في قضية مهمة جدا إذا لاحظتم تتفاعل يوما بعد آخر ساعة بعد أخرى قضية التسريبات التي تتعلق بعدد من الوثائق في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو هذه تثير جدلا واسعا في تل أبيب ما أدى لتوقيف عدد من مستشاريه أبرزهم ضابط رفيع في الجيش وأفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن هناك اشتباها بسرقة وثائق أخرى من الجيش نقلها لمكتب نتنياهو طبعا لتركيب قصة تفيد نتنياهو نشاهد هل لدينا تقرير أو نذهب مباشرة إلى الضيف ينضم إلينا من أو نشاهد التقرير بداية ثم نعود إلى الضيف نناقش معه هذه الوثائق المهمة من جديد بن يمين نتنياهو تحت عين القضاء أثارت تسريبات لوثائق ومستندات تتعلق بالمؤسسة الأمنية والسياسية عاصفة من الانتقادات في إسرائيل المتهمون على صلة بالدوائر الضيقة من مكتب رئيس الوزراء حتى الآن وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية اعتقل جهاز الشباك مستشارين مقربين لنتنياهو أبرز المعتقلين ضابط رفيع في الجيش برتبة رائد يدعى إيلي بلدشتاين وعمل متحدثا باسم رئيس الحكومة منع هذا الضابط من الالتقاء بالمحامين لحساسية القضية التعتيم على الوقائع هو سيد المشهد إلا أن ما رشح منها يخبر عن وثيقة تنسب لحركة حماس وبالتحديد إلى رئيس مكتبها السياسي الراحل يحيى السنوار وتتحدث الوثيقة المزعومة أن حماس لا تريد نهاية سريعة للحرب على غزة السعي لتحسين شروط صفقة التبادل حتى لو طال أمد الحرب زيادة الضغط على حكومة نتنياهو من خلال بث القلق في نفوس عائلات المحتجزين لكن أين يكمن دور نتنياهو؟ يقول مراقبون أن نتنياهو برر احتلال محوره في لدلفيا واجتياح رفح من خلال معلومة مفادها أن السنوار يريد الهروب برفقة مجموعة من الأسرة وفقا لأحدى الوثائق المزعومة صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية تقول أن الخطورة فيما حدث تتعلق بواقعة التسريب نفسها قبل البحث في نوعية المعلومات المسربة إذ أن المعلومات سربت من الوحدة ثمانية ألاف ومائتين وهي إحدى أهم الوحدات الاستخباراتية وأكثرها سرية في الجيش الإسرائيلي ينبئ ما حدث أن متاعب نتنياهو لا تتوقف وأن ربما قضية رابعة تضاف لقضايا الفساد السابقة ستكون بانتظاره كما تلاحظون هذه القضية متفجرة وخطيرة جدا تسريب الوثائق من مكتب نتنياهو ينضم إلينا من الناصرة نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية أهلا وسهلا بك أستاذ نظير اعتقال اليوم ضابط أمن يضاف إلى قضية تسريب الوثائق في الجيش تكبر هذه القضية أولا لكي يفهم المشاهد بالضبط ما هي وما هي خطورتها بلسان يعني خبير بالشؤون الإسرائيلية مثل جنابك ما هي خطورة هذه القضية مرحب بك دكتور سامي وبين إخوة المشاهدين والمشاهدات نحن إذا فضيحة أخرى من البضاحة الأمنية والسياسية والجنائية في الحكومة الإسرائيلية يعود أساسها إلى بداية شهر تموز في هذا الشهر كما هو معروف تمت بلورة صيغة لاتفاق لصبق التبادل الأسرة وكانت حماس تتردد في قبولها وفيما بعد قبلتها وفجأة بدأ نتنياهو يتحدى عن ضرورة احتلال محوى بلاديلفي والاحتلال كل عمليا الطريق أو الحدود ما بين قطاع غزة وبين سيناء المصرية هذا الأمر كان قد لقي استغرابا في إسرائيل وفي العالم لأنه عمليا أجهض الاتفاق وبدأ يتحدث عن حجة جديدة لا أحد يعرف ما هي وما هي أهميتها هنا بدأت عملية بحث عن حجة للتذرع بها في سبيل تبرير موقف نتنياهو فوجدوا عن طريق عدد من الوثائق التي تم الحصول عليها من داخل الرفح وهي وثائق دعوا أنها من مكتب يحيى الصنوار وهذا الأمر استغرق شهرين نحن نتحدث الآن عن بداية أيلول الماضي أخذوا هذه الوثائق زيفوا كسما منها وأظهروا كما لو أن يحيى الصنوار يخطط لترك البلاد للهرب من البلاد متسوية مع مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس اللي ينزل من أنفاق تحت الأرض يعني ما بين فلسطين ومصر تصل من هناك إلى إيران بالضايران يعني الصورة سريالية من غير المعقولة تتم ولكن هذا ما تحدثوا عنه وقالوا أن هذه وثائق تم الحصول عليها داخل أحد المراكز التي يعتقد أن السنوار فيها الجيش استغربت طبعا الحديث عن هذا الموضوع وبدأ يبحث من أين حصلوا على هذه الوثائق وهل فعلا هذه الوثائق تتضمن هذا الكلام فطلبوا التحقيق وبدأت المخابرات تحقق ليس الشرطة الإسرائيلية في المداية بل المخابرات لأن الشرطة تتخذ على بنكفير الذي عادة يستر على نتنياهو وعلما بأن أحد المسؤولين الأساسيين عن هذه الفضيحة وجاء من مكتب بنكفير هدية إلى نتنياهو يعني كان يشتغل ناطقا بلسان بنكفير وأصبح ناطقا بلسان نتنياهو وهو المتهم الرئيسي في هذا الموضوع فتبين أن هناك عدد من الأشخاص الذين يتلعبون في الموضوع عسكريون في السابق تقريبا كلهم وبضمنهم هذا المتهم الرئيسي الذي جاء من مكتب بنكفير إلى مكتب نتنياهو طيب أستاذ نظير إذا بتسمح لي صار العدد الآن خمس معتقلين بينهم كما تتفضل ناطق باسم نتنياهو في أربع ضباط وموظفين وكما قلت حضرتك في مقالك أن القضية باتت تتخطى أو تطغى على أنباء الحرب إلى أين يمكن أن تصل هذه القضية الآن خصوصا أن نتنياهو نجى بأعجوبة من قضايا كثيرة كادت توصله إلى السجن عمليا هل هذه هي الأخطر الآن عليه برأيك؟ لا أعتقد أن هذه الأخطر أعتقد أنه استفاد من التجارب والآن كل اللاعبين في هذا الموضوع هم خارج مسؤوليته كشخص يعني هو يحاول أن يتنكر ويتنصل من الجميع لكن النار تقترب منه بشكل حاد لأن الفكرة الأساسية هي وهذا ما يحاول المحققون الآن عمله أن يعرفوا ما هي مرجعية أين جذور هذه الفضيحة؟ هل هي فقط في هذا التسريب؟ أم أنها سياسة منهجية بدأت من الثامن من أكتوبر أكتوبر 2023؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه في ذلك الوقت نتنياهو أصيب بانهيار انهيار عصد نتيجة لما حصل من هجوم حماس وجمع المساعديه وبدأ كل منهم يندب أكثر من الآخر وقالوا له إذا خرج من هذه الأزمة سالما ومن دون وظيفة رئيس الحكومة يجب أن يحتفل لأن الأمور متورطة فيقال أن عندها انتبه نتنياهو إلى ما يدور حوله وضرب الطاولة وصاحبهم الآن أنتم عليكم أن تنقذون وأنتم عليكم أن تضمنوا أن أستمر في الحكم حتى سنة 2026 أريد أن تجدوا أي طريقة لهذه المهمة وكان بين هؤلاء هذا الرجل الذي جاء من مكتب بنكفير وكانت مهمته أن يتعاطى مع المراسلين العسكريين في إسرائيل يعني عمليا يتخطى وزير الدفاع وأن يهتم بأن يوصل لهم معلومات تغير صورة المعادلة من الاتهامات لنتنياهو لاتهامات للجيش حتى يقولوا أن الجيش هو المسؤول عن الإخفاق في 7 أكتوبر وليس الحكومة وهذا الأمر هو ما حصل هنا أن الجيش هو الذي سرب هذه المعلومات وهو الذي يحاول أن يطيح بحكومة نتنياهو اليوم نتنياهو أو مجموعة نتنياهو تتهم هذه القيادة العسكرية في الجيش أن ما تقوم به الآن هو عملية انقلاب عسكري عليه طيب اليوم أستاذ نظير اليوم يعني حين نقرأ هارتس تقول أن مجموعة المقربين من نتنياهو عبارة عن تنظيم إجرامي يضعه فوق الدولة ومصالح أمن الوطن يعني معروف أنه طبعا هارتس هي ضده ولكن حين يرتفع مستوى الكلام بالاتهام المباشر إلى رئيس الحكومة بأنه زور وربما سرب عمدا وهو يتهم الآخرين يعني نحن أمام أزمة دستورية حقيقية في إسرائيل قد تمت من يقول ولذلك أسألك تمت من يقول أنه هذه قد تستغل حتى أقصاها لأنه بعد هذه الحرب لابد من إنتاج حكومة جديدة إسرائيل جديدة وهذا سيسمح لأمريكا بالدرجة الأولى وللغرب بالدرجة الثانية بالضغط من أجل إقصاء نتنياهو في نهاية الأمر بإسم قضية قضائية كهذه أو غيرها مثلا نعم توجد عدة قضايا بالدرجة نعم والآن وصلنا إلى هذه المرحلة التي توجد فيها ليس قضية فقط مرتبطة بهذه العصابة التي تتصرف كعصابة إجرام داخل الحكومة وليس فقط غارث بالمناسبة أستاذ سامي أيضا دعوت حرنوت أيضا معريف اليوم تنشر مقالات تضع علامة استفهام على طرق العمل عندهم وتقول الحديث هذه المرة كانت سرقت مستندات عسكرية وحاولت تزويرها ونشرها بطريقة تتجاوز الرقابة العسكرية في إسرائيل لأنهم نشروها في صحيفة بلد الألمانية وبهذه العملية هم يحاولون يقومون بعمل غير مسؤول لأنه يكشف مصادر الاستخبارات الإسرائيلية وكل الهدف هو إشهاد صبق التبادل الأسرة لأن هذه مصلحة شخصية لنتنياهو هذا ما يقوله الجيش وهذا ما تقوله المخابرات وهذا ما يطرح الآن في المحكمة السؤال هل ستنجح المحكمة في الوصول إلى الحقيقة وتتهم نتنياهو فعلا هذا مهم أمر آخر مهم وهل سيتكلم هذا الرجل الذي يعتقلوه هذا الرجل الآن يتنكر له نتنياهو ويقول أنه لا يعمل عندنا ولم يحضر اجتماعات ولذلك عائلته وأصدقائه يقولون أنهم تلعبون بالنار هم يحضرون نتنياهو إذا تكلم هذا الرجل أنت الذي ستدخل إلى السجن يا نتنياهو شخصية لذلك أقول أن المسألة تتعدى مسألة التسريب هنا وهناك للتطال نتنياهو فإذا ما تفوه هذا الرجل وكشف أسرار العلاقات والطرق العمل التي تم استخدامه خلال هذه السنة في مكتب نتنياهو وتبين المحكمة فعلا أن هناك عصابة إجرام تدير بإسرائيل بالتأكيد هذا سيحرق نتنياهو حتى ربما لا يحتاجون إلى تدخل أمريكي لأن الأمور عندئذ ستكون مسألة قضاء وهذه المرة يفترض أن يتعلم القضاء من تجاربه السابقة هو على كل حال نتنياهو نتنياهو أستاذ نزير وحضرتك أخبر مننا جميعا يعني يحاول منذ سنوات تتجين القضاء عمليا وقام بإجراءات كثيرة وإن يكون القضاء هذه المرة حازما مستقلا فعلا بعيدا عن الضغوط ويصل إلى نتائج قد تدين نتنياهو اليوم يوجد وعي في الجهاز القضائي بأنه بات يستخدم مثل خرقة في المجتمع الإسرائيلي وأن عليه أن يرد بقوة وبحزن لكن لا توجد لديه الأدوات الكافية لهذا الموضوع أولا لا توجد معارضة سياسية قوية ذات وزن في المجتمع الإسرائيلي تساند هذا القضاء نتنياهو نجح في إدخال إسرائيل في حرب ربما ليس هو أماس بادرت إلى هذه الحرب ولكنه استغلها حتى النهاية لكي يحقق ما أراده يعني هو كل الوقت كان سيطاح به لو لا 7 من أكتوبر 2023 كانت قابة قوسين أو أدنى يسقط لأن الجمهور في إسرائيل بمئات الوف كان بالشوارع ضد محاولة الانقلاب التي ينظمها نتنياهو ضد منظومة الحكومة ومنظومة القضاء فالقضاء اليوم يشعر أنه إذا كان لديه فعلا أدوات جدية تستطيع أن ترد الصعص عين لنتنياهو وتقيده وتضعه في مكانه الطبيعي لأنه نجح حتى الآن في خداع القضاء نجح في مماطلة القضاء محاكمته في قضية الفساد تدخل السنة السابعة وحتى الآن لم تنتهي ولا يبدو أن لها نهاية قلال سنة سنتين ولذلك كل هذا الأمر يدل عن انقضاء ضعف قليلا الآن يحبحت عن وسائل لكي يشد أزره ويصبح أكثر عزما وأكثر قوة في مواجهة التدنياهو طيب السيد نظير سننتظر نحن وإياك نتائج هذه القضية التي بادت تأخذ أبعادا خطيرة في الواقع ولكن الآن إذا لاحظنا على شاشتنا موقع ولال إسرائيلي يقول أن الجيش الإسرائيلي يرفع الجهوزية تحسبا لرد إيراني وشيك كنا قبل جنابك نناقش هذا الملف مع ضيفين من إيران ومن أمريكا ولكن من عندك من وجهة نظرك هل في استعداد جدي لشيء أخطر مما حصل بين إسرائيل وإيران هل ننتظر شيئا أخطر في هذا الاتجاه نعم في الأيام الأخيرة في الأيام الثلاثة الأخيرة تحديدا توجد لهجة أخرى في إسرائيل باتوا يشعرون بأن هناك توجها جديا في إيران أن يقوم بالرد على الضربة الإسرائيلية والليلة قبل اللحظات حتى كانوا يتحدثون عن أن انطلقت الآن من العراق هجمت طائرات مسيرة بكمية كبيرة من العراق باتجاه إسرائيل ومعروف أن هذه الطائرات المسيرة هي لعنة أشد وطأة من الصواريخ لأنها أكثر دكاء على المناورة وتصل إلى أهدافها بشكل أسرع ومن العراق قتل جنديان إسرائيليان في الجولان المحتل عندما بعد طريق طائرة مسيرة قبل حوالي الشهر فلماذا يعتقدون أن هناك ردا جديا؟ يقولون أن الآن لم يعد بمقدور إيران إخفاء الضربات التي تلقتها في الهجوم الإسرائيلي الأخير كانت قوية كانت أصابت عصب المضادات الجوية في داخل إيران ولذلك هم مصررون أن يقوموا بالضربة وربما لا يكترثون في الانتخابات الأمريكية بسبب الموقف الأمريكي الآن الذي وقف إلى جانب إسرائيل وأعلن أنه إذا قامت إيران بضرب إسرائيل الولايات المتحدة ستكون إلى جانبها بالكامل فباتوا يعتقدون أن الحضر من الانتخابات الأمريكية لم يعد له طعما فبالإمكان أن يكتكون الضربة اليوم أو غدا هكذا يتحدثون الآن في إسرائيل ويتخذون الإجراءات لمواجهة مثل هذا القطر وطبعا يبلغون الولايات المتحدة كوريلا الذي كان من المفترض أن يغادر إسرائيل يوم أمس لم يغادر وهو منذ يوم القميس كوريلا هو رئيس القوات الأمريكية في المناطق الوسطى الموجود في مرطقة الشرق الأوسط فهو موجود هنا لكي ينسق الرد الإسرائيلي أو الحماية الإسرائيل من مثل هذه الهجمات مع ذلك هناك من يقول الضربة ستكون محدودة إن كانت موجودة فعلا وهناك من يقول أن هذه حسابات مبالغ بها وينبغي أن نكون جاهزين ولكن ليس بالضرورة أن تتم يعني لم يغلقوا الباب أمام إمكانية أيضا أن لا تتم الضربة قبل الانتخابة على كل حال أشرت إلى مسألتين مهمتين أستاذ نظير مسألة الأولى أنه فعلا في مشاورات جدية بين القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإسرائيلي هناك أيضا إرسال القاذفات البي 52 أو بي 52 وكل المراقبين يضعون ذلك في إطار الاستعداد لإحتمال حصول شيء بين إيران وبين إسرائيل لكنك أشرت أيضا إلى مسألة العراق في قلق عند بعض المسؤولين العراقيين فعلا بأنه أن ترد إسرائيل قريبا على الضربات التي تأتي من العراق وهذا الكلام قاله لنا مباشرة على شاشتنا أحد مستشاري رئيس الحكومة العراقية يمكن أن ننتظر شيئا من هذا القبيل أيضا خصوصا بعد أن ضربت إسرائيل اليوم شوريا أيضا أولا بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل كان الانتباع هو أن الولايات المتحدة تحاول أن تظهر استدرات عضلات لكي تردع إيران عن الهجوم الآن بعد ويشعرون أن هناك احتمالا لهجوم من جدين بالنسبة للعراق بس ليس فقط العراق يقولون أن الإيران تلقت ضربة قاسية في الهجوم الأخير حتى شل قسم من قدراتها للضرب إسرائيل ولذلك سوف تقوم بالضرب بواسطة صواريخ أكثر دقة لمدى أقل يعني كلما زاد المدى للصواريخ يكون إصابتها أقل دقة كلما خف المدى فستكون أكثر دقة ولذلك احتمال أن يضربوا من العراق ومن سوريا والضربة التي وجهت اليوم والضربة التي سبقتها يوم أمس وكذلك يوم أول أمس في داخل سوريا يقال أنها تحذير للنظام السوري بأنه إذا سمع بعد أن يتم القصف من أرضه فإن دمشق ستقصف وربما القصر الرئاسي وأضافه إلى ذلك أن الخطر الأكبر هو من العراق باعتبار أن العراق يعني المسألة السيادية فيها أقل صعوبة من سوريا ولهذا الاحتمال الأكبر هو أن تتم الضربة من العراق لكن إسرائيل حذرت إذا كانت الضربة من سوريا أو من العراق فإن إيران ستضرب وليس فقط هذان المسدران هما الذين على كل حال قبل قليل أستاذ نظير يعني الآن وراقب الأخبار التي تصلني نقلا عن الأعلام العبري أنه تم إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار من العراق باتجاه إسرائيل يقدر وصولها الليلة أيضا لا ندري إذا كانت هذه التي أطلقت أو في شيء جديد الآن وفي أيضا كلام أنه سمع انفجار على بعد عدة كيلومترات من بيت رئيس الحكومة أيضا في قسارية هذه معلومات تتريد الآن عبر مواقع الأنباء طيب سؤالي الأخير لو تفضلت أستاذ نظير الآن كل العالم ينتظر ونحن ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية نتنياهو مع من سيرتاح أكثر في المستقبل إذا كان مع ترامب ماذا يعني ذلك؟ هل سيمضي في عملياته العسكرية الكبرى ضد لبنان وضد غزة؟ أم ربما تتوقف العملية لو جاء الديمقراطيون؟ يقال أنه تلقى رسالتين في نفس المضمون من الطرفين من حملة هاريس ومن حملة ترامب يقولان له فيها يجب أن تنتهي هذه الحرب بسرعة قبل أن يتسلم الرئيس الجديد الحكم في 20 يناير القادم فكلاهما لا يريدوا لهذه الحرب أن تستمر ونتنياهو طبعا هو يفضل أن يقوز ترامب لكن هناك قوى جدية لدى اليهود الأمريكيين يقولون لنتنياهو لا ترك كثيرا على ترامب هذا الرجل غير متوقع قد يكون أكثر صفدة وصلابة في التعاطي معه فهو ليس لا ينفع معه التلاعب الذي قمت به خلال كل هذه الفترة في الحرب مع بايدن أو هاريس كذلك الأمر قد تكون بنفس الطابع من مثل بايدن مع تدميل أكثر لانتقاده شكرا لا ترك على هذا ولا تحارب هذه حاول أن تكون يعني أن تني هذه الحرب بأسرع وقت ممكن لذلك كلاهما متعبان سيكونان لنتنياهو حسب كل التصورات الآن بإسرائيل شكرا جزيلا لك سيد نظير مجلي الخبير في شؤون الإسرائيلية استفدنا جدا من تحليلك ومعلوماتك وسنعود على رأس على استكمال كل هذه الملفات مع الزملاء هنا في القاهرة